أرب بودكاست تكلل العربية وليوم إن شاء الله نحن سنبدأ في سلسلة جديدة خاصة بالمعلمين دان هرئيني إن شاء الله كي تأكام ممولاي دي بلايلست بارو خصوص انتو باراقورو إن شاء الله في هذه السلسلة سأعلم المعلمين كيف يعلمون اللغة العربية بطريقة صحيحة إن شاء الله دي بلايلست ini إن شاء الله سأكام ممججعر para guru باجايما نمريكا بيسا ممججعر بحث عرب دي بنار شاء الله وإن شاء الله سأبدأ هذه السلسلة من الصفر يعني من تعليم القراءة والكتابة دان إن شاء الله سأكام ممولاي بلايلست ini داري نول أرتنيا سأكام ممولاي دنن شاء الله ممجعر من بشادة توليس بحث عرب وأنا في الحقيقة لن أتبع كتابا معينا دان سبنرنيا سأكام ممجعر كتابك خصوص لا يعني لن أعلمك كيف تدرس كتاب إقرأ أو كتاب تلاوتي أو كتاب التبيان مثلا أرتنيا سأتدى أمم منعجر ممجعر بكو إقرأ أو التبيان أتو سلينيا لا أنا سأقول لك الطريقة الصحيحة للتدرسي والتي تستطيع أن تتبعها مع أي kitاب إن شاء الله Saya akan sampaikan شاء الله yang benar dan dengan cara ini إن شاء الله kamu bisa ikut cara ini untuk mengajar buku apa saja يعني سأعطيك الأساس يعني أرتنيا سياء كان من مريمو دا سرنيا طيب وأول ما سنبدأ به إن شاء الله بعد الفاصل هو طريقة تدريس الحروف العربية دانيان برتاما يان سياء كان ممولاي تشارى من أجار حروف بحث عرب ولكن بعد الفاصل ستلاه فاصل إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون مرحبا بكم من جديد طيب لابد أن تعلم في البداية أن الحرف العربية له رسم واسم ونطق ينكالينحرستاو أول نياء حروف بحث عرب إيتو آداء رسم الحرف رسم أرتنيا لكيس حروف نياء أتو تشاراتوليس حروف نياء كيأني تمام ثم اسم الحرف ناما أتو اسم حروف نياء بعد ذلك نطق الحرف نطق وشابكان شارام من وشابكان حروف نياء إني إذن عندما تدرس الحروف العربية لابد أن تهتم بهذه الجوانب الثلاثة جادي ساعة أتو كيتيكا كامو من جار بحث عرب أتو حروف بحث عرب كمو حروس بدولي دنان تيجان ياء إني من أين سنبدأ؟ كي تأكان ممولاي داري مانا أولا لدينا رسم الحرف يان برتمكي تأدى لوكيس أتو تشاراتوليس حروف نياء هذا هو علم الخط إي تو علم الخط توليس تشاراتوليس أتو لوكيس بحث عرب أتو لوكيس حروف بحث عرب علم الخط تمام هل يحتاجه الطالب في البداية أبكه مريدنيا برلو علم إني أول بلاجرنيا في الحقيقة هذا ليس هدفه سبنارنيا إي توبو كانت جوانيا هو يريد أن يقرأ ويكتب دياماو من بجادان توليس يعني لعلك تقول الآن هل سنترك طريقة رسم الحرف أبكه كمئة كان من جل كانت شارا توليس حروف نياء؟ لا لا اصبر فقط صبر دلو طيب بعد ذلك اسم الحرف ستلاهي تو اسم حروف نياء اسم الحرف يعني ألف با تا فا صحيح هذا اسم الحرف هل الطالب عندما يقرأ مثلا كلمة كتاب سيقول كاف كي تا تا بالتأكيد لا إذن اسم الحرف في البداية ليس مهما وليس هدفا للطالب إذن هل سنتركه أبكه كمئة كان من جل كان اسم حروف نياء؟ لا 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 أنا لم أقل ذلك اصبر فقط صبر دلو تعال معي إلى نطق الحرف نطق الحرف نطق الحرف في اللغة العربية كما تعلمون لا يمكنه أن يكون مجردا كي تا جي كا كمي ماو من أشبكان حروف البسجة تداء ممكن تداء ممكن جادي مجرد مجرد ارتنيا تداء هذا حركة نياء يعني لا يمكننا أن ننطق حرفا بنفسه بالسكون ارتنيا كي تا تداء ممكن أتو مستهيل من بچا حروف سن ديري دنان سكون جرب اقرأ حرف الكاف لا يريد أن يخرج تداء موكلهار صحيح؟ إذن لابد أن يكون على الحرف ضمة أو فتحة أو كسرة جادي حارس أدادي أتاس حروف نياء ضم أتو فتح أتو بوهن ياء كسرة ومن هنا سنبدأ دان داري سيني كتا أكا ممولاي عندما تدرس الحروف ابدأ أولا بالحروف المتشابهة في الرسم كي تي كا كا مو إي نين من جار حروف بحس عرب ممولاي دنان حروف ينمي ربدي تشارلوكسنيا يعني مثلا با تا ثاء هذه الثلاثة متشابهة وخذ معها الألف لأنه الحرف الأول جادي ألف با تا ثاء كي تا أكا ممولاي دنان انبات حروف إني طيب كيف سنبدأ؟ نحن لدينا حروف الأربعة بجايما كي تا أكا ممولاي كي تا أدى انبات حروف أول ما ستبدأ به النطق يانك بارتما يانك مو أكا ممولاي دنان يأيتو منو شابكان إذن سنتبع طريقة اسمها المحاكاة المحاكاة كي تا أكن منو الله أكبر صعبة هذي مني كتي تشارلنا مانيا محاكا محاكا أرتنيا ياموردنيا أكن إكتمو محاكا لا أعرف معناها بالضبط بالإندونيسية سيكيد أكتو نمانياين باس دلن بحث إندونيسيا لكن اسمها المحاكا نمانيا المحاكاة يعني ستكتب حرف الألف كمو أكن تلس عروف ألف على السبورة وفوقه فتحة ثم تقول آ آ تمام؟ ثم بعد ذلك تكتب حرف الألف مرة أخرى وفوقه ضم ترس تولس حروف ألف أتو همزة سكاليلا جي تتبيد أتاس نية ضمه أو 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 وهنا لابد أن ينظر الطالب إلى فمك عندما تنطق دان دي سيني موردنيا حروس لهات مولوت مو ساعة من أشبكان لأن هذا المخرج كرنا إيتو مخرج نية بعد ذلك ستكتب الهمزة مرة أخرى بالكسرة ستلاه إيتو أكنتو لس حروف همزة سكاليلا جي دننان كسرة إي 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 خلاص الآن ستقرأ الثلاثة والطلاب يحاكون أو يكررون بعدك سكرا كمو أكن من باشاتي جانيا دن موريد موريد أكن إي كد أو عفوا سنبدأ بالفتحة آ أو إي هيا الطلاب يقرؤون آ أو إي مرة أخرى آ أو إي آ أو إي خمس مرات لا بأسة عشر مرات لا بأسة حسب مستوى طلابك إني ترجمتون ياتن كد موريد موريد مو هل هم ماهرون أو ضعفاء يعني شيئا فشيئا يابا كهم موريد موريد مو بجسأتو لمهيتو بلن بلن سجل تمام؟ طيب ما فعلناه في الحرف الأولي سنفعله في حرف البا يان كيتم لكو كان دي حروف همزة كيتا أكان باس 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 ملكو كان لجي دي حروف با الأستاذ أولا قرون يدولوا أرسم الحرف لكيس حروفنيا وفوقه فتحة دي أتسني فتحة با با وهنا عليكم أن تتبعوا شيئا دي سيني كاليان حاروس إيكوت أتو فوكوس سنجد فوكوس دينان سسواتو أتو حال وهو شكل الفم أو حركة الفم إيتو مولوتنيا أتو برجراء مولوتنيا لأن ما سيتبعوه الطالب في الحروف العربية الآن هو ما سيقرأ به القرآن كارنا ين مريدنيا مليهات سكران مولوتمو إيتو ين دي أكان إكوتي ساعات من بشاء القرآن لو كان شكل فميه أتو حركته خاطئة فسيكون المخرج خاطئا جي كابر جراء مولوتنيا سالة باستي مخرجنيا سالة إذن با بو بي تقرأ بنفسك مرة ثانية كمؤكد من باستي ديري سكالي لاجي با بو بي الآن الطلاب يكررون خلفك ممكن خمس مرات أو حسب ما تريد سكران مريد مريدنيا أكان إكوتمو سكالي لاجي تتابيه ممكن لمكا لأتو ياتر سره مولا جيتو ما فعلناه في الهمزة والباء سنفعله في التاء والثاء بنفس الطريقة أباين كتم لكو كان دي همزة دنباء كتا أكان باسم لكو كان دي حروف تا دان ثا أخرج لسانك قليلا ثا 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 طيب ما فعلناه الآن بالضبط بالضبط أننا علمنا الطالبة رسم الحرف دون أن نعلمه علم الخط صحيح كتا مغاجر مريدنيا تشارا توليس حروف نيا تامبا مغاجر علم الخط علمو يان بسار لا نحن أخذنا ما نريده فقط كتا هنيا أمبليا كتا برلو سجا وعلمناه كذلك نطق الحرف أو مخرج الحرف دان كمي جوكا كتا مغاجر مغاجر شرام وشبكا حروف نيا دان مخرج نيا جوكا والأخير أننا علمنا الطالبة الحركات الثلاثة دان ينكتر أخير كتا سده مغاجر نيا جوكا حركات فتح ضم كسر السكون بعد ذلك السكون نيا ننتي ننتي أجل تمام؟ إذن نحن علمناه ثلاثة أشياء في وقت قصير وبطريقة صحيحة إن شاء الله طيب وهذه الطريقة كما قلنا ستتبعها في أي كتاب تترسه دان ترأيني سبارتيان كتاب لانتا دي كمبسا إكتنيا دي بكو أباساجا بكو إقرأ بكو أكتبيان بكو نور البيان ياترسرة تمام إن شاء الله؟ طيب الآن ستسألني يا أستاذ أين اسم الحرف؟ ستسألني يا أستاذ دي مانا اسم حرف نيا أليف با أنتا أنتا اسم الحرف سيحتاجه الطالب مع تعلم الكلمات العربية اسم حرف نيا مريدني أكان بلاجر نيا دنغان بلاجر كسكة بحث عرب يعني سنحدد له مثلا يومين فقط في الأسبوع أو حسب أيام الدراسة كتاء كان جدول كان دو هاري أتو ترغان تنغ ببرده رديا بلاجر وسنجعل هذين اليومين لأسماء الحرف مع الكلمات دن دو هاري إني مثل كان خصوص أنتو ناما أتو اسم حرف نيا دنغان كسكة نيا وتستطيع أن تفعل هذا في آخر الدرس كذلك دن كمو بسم لكو كان إني دي آخر بلاجران ياجوغا لكن الأحسن بنفسه حتى لا يكون ثقيلا تتبيلي ببايك كلاو سندي رئة أو دي بيسه أقار تدأ جادي برات طيب ماذا سنفعل؟ أبا ينكي تأكم لكو كان ستختار كلمة مناسبة للحرف كمو أكن ميمليك كسكة ينسسوي دنين حرف إني مثل كان أليف أرنب باء بط تاء تمر ثاء ثعلب وماذا سنفعل الآن؟ أبا ينكي تأم لكو كان سكرا ميز الحرفة المطلوبة أو المقصودة بلون مختلف ما معنى ميز؟ ما معنى ميز؟ المهمة أنا لا أعرف تلس حروف يندي مقصود دنغان ورنبه داميره مثل كان إذن همزة باء تاء ثاء ثم سنصنع نشيدا للطلاب ستلاح إتو كتا أكان منبوات لغو أتو نشيد أنتو مريد مريد مثل كان ألف أرنب باء بطة تاء تمر ثاء ثاء ثعلب وركز من فضلك لابد أن تكون صورة الحرف موجودة أو مرسومة حروس أدى جنبر أنتو كسكتا إني عفوا صورة الكلمة ليس الحرف حروس أدى جنبر أنتو كسكتا إني تمام؟ إذن الطالب الآن سمع اسم الحرف ألف وسمع الكلمة أرنب وفهم معناه بدون الترجمة دان ديسو دا فاهم أرقنيا تم ترجمة بحثة اندونسيانية خلاص أرنب صحيح مرة أخرى هم يكررون ألف أرنب شيئا فشيئا واحدة فواحدة بلن بلن ساتو ساتو باء بطة تاء تمر فاء ثعلب هيا من يحفظ يا طلاب وهكذا سنعلم الطالب اسم الحرف ومفردات جديدة في اللغة العربية وإن شاء الله تكون الطريقة سهلة وبذلك أو حتى هنا سننتهي إن شاء الله من طريقة تدريس اللغة العربية للمعلمين وسنستمر في السلسلة إن شاء الله كما قلنا دان سنبايسيني كتا اكان برهنتي دي بلاي لسنيا أتو تشارمنا جار بحس عرب ومفردات جديدة ومفردات جديدة ومفردات جديدة وشكرا لكم على حسن الاستماع وفي أمان الله توقعكم في بلجارة الأمور ومفردات جديدة ومفردات جديدة عرب Podcasts تكلم العربية